كما تبدو هنا كانت أحياء مزدحمة وتضج بحياة ساكنيها لكنها اليوم خالية من كل شيء إلا من الدمار والخوف في تعز وتحديدا في شرق المدينة يعيش من تبقى من سكان حي الزهراء بالكثير من الترقب لمكروه قد يصيبهم أو ربما لفرج طال انتظاره أربع سنوات وهذا الحي كأحياء كثيرة في المدينة يقبع تحت حصار ميليشيا الحوثي وحربها التي لم تترك منزلا دون ضحية أو أكثر ولا عاكن معنا لا ما ولا مأكل ولا شرب كل مخرجنا طلقوا علينا إحنا رجعوا قالوا يو تقضقوا علينا بالليل يو تخرجوا يوم عندنا لكم خبر ثاني خامنا شلنا نفسنا مع صاحب البقالة توسط لنا عندهم وخرجنا صاحب البقالة لونا حكم في دكاكين حكم في يدي الأنقه أزيد مننا على الاربعين خط نار كل شلف قرقصنا من فوق منت قنصوا البنت على يلا داخل وقنصوا الثاني وهي طالع الشماسي المنطقة التي كانت خط نار ما زالت خطيرة جدا بسبب تمركز قناصات الميليشيا على مستشفى الحمد في الجهة المقابلة لجبل الزهراء واستهدافها لكل ما هو حي ويتحرك سواء كان رجلا امرأة أو حتى طفلا الأمر الذي يدفعهم للتخفي في الأزقة وخلف الأشجار وابتكار طرق جديدة توصلهم لمنازل بعضهم أو لشراء أبسط حاجياتهم والله احنا كنا مفكرين عني قلناش ننزح وبعد رجعنا قلناش ننزل هنا عني اسبوع اسبوعين شهر لا طال شنرجع بويتنا زي ما كل مرة احنا عارفين قد احنا دخلنا بالرابع سنة في شوية يعني مثلا الغلبية كلهم نزحوا الجبل هذا كله ما فيش حد خالص ما فيش حد خالص كله ما فيش هنا إلا اللي هنا تحت منطقة خطيرة طبعا يعني احنا دعنا نمشي الأزغاط ما تقتش تمشي ثاني لو تنتش تمشي مثلا من هناك لازم تجي على خلف البيوت هذو هذا لما ترجع على المكان اللي تشتو افتقار السكان للأمان هنا ليست مشكلتهم الوحيدة فإن اعتادوا على تمضية أيامهم متناسين قناصين يتربصون بحياتهم فلا مواد غذائية تصلهم ولا حتى مياه وكل شيء يحصلون عليه يصلهم بشق الأنفس بعد مسافات طويلة ومخاطر عديدة منها الألغام احنا محصرين ليتهم يفتحون للطريق نطلع على حبة زبادي لا داخل الشماسين حبة زبادي ما بوش من يؤكل نطلع وننزل القصر دا الحين لغومة كلنا أضغط معنا أضغط بيننا لغومة تفعيل لنا لغومة من نشتر من نتقل ولا نخرج وأما ما معنا لا تذهب على إحنا براحة التنكية تنزلوهم داعة التنكية مع معنا لا تنكية مع معنا نزلوها والتنكية على هذه والله معنا قليل قليل بالدباب الزهراء أخطر مناطق تعز للعيش تبدو غائبة عن اهتمام الجميع حتى المنظمات الإغاثية والإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر